فأسأل نشوف نجي على فتاوى السيد محمد سعيد الحكيم في هذا المجال وكل الفتاوى أنا استخرجتها قبل أيام من موقعه على النت وأنا حاط الرابط مع له وتكتبون وتشوفون هناك أسألة وأجوبة بس شوفوا الكلام كيف يقول السؤال ما رأي سماحتكم في أموال الدول الإسلامية هل هي مالكة أم مجهولة المالك جواب بالصراحة بل يجري عليها حكم مجهول المالك إذا كان المال المأخوذ قد مر بأيدي المسلمين وجرت عليه ملكيتهم هذا يعتبر مجهول المالك نعم إذا ابتني كيان الدولة على دعوة الولاية الدينية حقا أو باطلا وعلى حفظ كيان الإسلام لا على أساس وطني أو شعبي فهي مالكة لأموالها إلا أن يعلم بحرمة المال عينا كبعض الضرائب الظالمة فيجري عليها حكم مجهول المالك إذا نأتي نقول لماذا قال قد مر هذا المال المأخوذ قد مر بأيدي المسلمين يعني إذا مال ما مر بأيدي المسلمين مثلا دولة طابعة نقود نقود جديدة جاية من البنك أو نفط يخرج من الأرض هذا ما أمر بأيدي المسلمين فهذا مو مجهول المالك لا أكثر من مجهول المالك يصير بعدين يقول نعم إذا بتني كيان الدولة على دعوة الولاية الدينية هل تؤمن أنت بنظرية ولاية الفقه الولاية الدينية كيف تكون من هو الولي ديني يعني ولي أمر المسلمين هل من هو ولي أمر المسلمين حقا أو باطلا كيف يعني حقا أو باطلا يعني بنية حقا وإنت تعترف بي أو ما تعترف بي يعني باطلا هذه النقطة غامضة شوية دعونا نجاوز فنجي الآن إلى شوفوا النقود البلوك يعني شنو حكم المجهول المالك كما مرة في الحلقات السابقة أنه يصير واحد يستولي عليه ويعطي للمرجع أو خمس من عنده أو يطيل الفقراء أو المساكين شوية من عنده ويأخذ الباقي إلى هذا حكم المجهول المالك وفي حكم يعني أكبر من مسألة المجهول المالك التعامل مع المبتلا بالحرام السؤال هذا عنوان طبعا السؤال هل تأذنون لنا باستلام الراثب واستخدام الملابس العسكرية باعتبارها مجهولة المالك طبعا هذا يسأله منذ من صدام الآن يسأله في هذه الدولة العراقية القائمة التي هم مشاركين فيها ويدعموها فواحد جندي يقول لنا سأصبح عسكري أخذ راثب وملابس العسكرية هل تأذنون لنا باستلام الراتب باعتبارها مجهولة المالك هذه الملابس والأموال كما نصل السؤال تأذنون لنا باستلام الراتب واستخدام الملابس العسكرية باعتبارها مجهولة المالك نيابة عنكم أول شيء نستلمها نيابة آه ملككم يعني هذا ملك المرجع ملك السيد محمد سعيد سعيد الحكيم وبعدين ما نفعل بها أنتم تطلونا إياها مثلا وكذا كيف يعني نصرف بها وهل تخولون إبلاغ إخواني المؤمنين بإذنكم لهم باستلام الراتب تسمحون واستخدام الملابس العسكرية نيابة عنكم طيب وما العسكر النايمين به أنتم شون حكم هذا صلون به مثلا السيارات تستخدموها يجوز لما يجوز مو بس ملابس هي ولا بس راتب الجواب لاحظوا الجواب لا بأس بقبضي مجهولة المالك من هذه الأمور بالنيابة عني عني باعتباري ولي أمر المسلمين بحيث تكون ملكا لي الرواتب ما للشرطة والجيش كله والموظفين مو بس طبعا هذا هذا مثل واحد دي يسأل وينطبق على كل موظفي الدولة كلها تصبح أموال خاصة للمرجع ملكا بحيث تكون ملكا لي ثم آذن لكم بتملكها هدية مني لكم أنا أتفضل عليكم أعطيكم هدية يرجع لكم بقسم من العداء على أن لا تصرف الحرام ويدفع خمس ما زاد منها عن المؤونة طيب هذا واضح الكلام وبعد وإذا كانت هذه الأمور جديدة هذه الأموال يعني غير مارة بأيدي الناس كالنقود البلوك جاي طبعة جديدة من البنك طالعة فلا حاجة لقبضها عني شوفوا الآن الاختلاف أنا بعد ما يحتاج أصلا تسألوني ولا تقبضوها عني بل المكلف تملكها رأسا طب كيف ما كانت هذه رواتب ولا مو رواتب ولا أموما يعني طيب بعد كل ما يأخذ من جهة حكومية يجري عليه حكم مجهول المالك ومثل ما يأخذ من جهة أهلية بتوسط جهة حكومية مشترك يعني وكل ربح على دين حرام نعم لا بأس بأخذه من البنك الحكومي واحد يأخذ فلوس يقترض لا بنية الربح ولا يحل إلا بعد إجراء وظيفة مجهول المالك عليه يعني يستولي على المال مو قصة تطيهم ربح فائدة يعني لا هذا ما يسخل تحت الرباح السؤال بعض الطلبة الذين يرغبون بمواصلة دراستهم الجامعية يحصلون على منحة من الحكومة بفائدة ثابتة وبدون هذه المنحة لا يمكنهم أو يصعب عليهم مواصلة دراستهم فما حكم أخذ هذه المنحة مع الفائدة الجواب الجواب أخذ المنحة بهذا الوجه محرم بالنظر الأولي أن هذا ربع لأنه قرض ربوي محرم نعم لما كان المقرض هو الحكومة التي لا تنفذ معاملاتها ما أمكن أمكن تنفذ معاملاتها أمكن تصحيح ذلك وتحليله بأخذ المنحة بنية الاستنقاذ يعني متاخذك قرض حتى سلحرام وربع لا أنت هذا مال مجهول لمالك أخذ من الحكومة لا بنية الاقتراض هذا أولا صار بيديك الآن المال هذا فإن علم بمرور المال بيدي مسلم أن هذا كان مأخوض من مسلمين يعني المال أي أسلوب كان أو كان ذلك في أرض الإسلام أجري على المال وظيفة مجهول المالك من قبض أن هذا يصير أن تأخذوه وبس أنه أنه تقبضوه بالنيابة عني أو عن ثم تملكه ثم بعدين تتملكوه هدية من لأخذه هذا يعني نطيكم هدية لكم ثم تدفع الفائدة على أنها إذا الحكومة قال لك دع لجيب الفائدة مال للقرض يقول تدفع الفائدة على أنها ضريبة قهرية للدولة وإذا ضريبة قعد تأخذها لا على أنها فائدة للقرض ويجري هذا في جميع موارد الاقتراض من الدولة بفائدة طبعا فتوى كان يشاركهم يشاركه بها الآخرون أيضا كما مر معنا في الحلقات السابقة السؤال من المألوف أن الفقهاء يفرقون بين البنوك الأهلية وغير الأهلية يعني هناك بعضهم مع أن من الواضح في بعض البلدان أن أموال البنوك لا تبقى مختصة بكل بنك منها يعني لما يجمع الفلوس آخر اليوم مثلا تأتي السيارة وتأخذها تؤدي البنك المركزي بل تجتمع يوميا في خزانة البنك المركزي وعلى ضوء هذا فهل تكون أموال البنوك حتى الأهلية بحكم جولة المالك ستختلط هذه الأموال مو نفسها 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 لا ستحدث بالأكياس وضعها بالصناديق ووديها فهل تختلط ونعرف هذه الأموال منه يا بنك مثلا الجواب إنما تكون أموال البنوك الأهلية في الفرض بحكم مجهول المالك إذا كان الإيداع في البنك المركزي مبنيا على الاختلاط بين الأموال فيه طبعا اختلاط يحسبون الفلوس ويضع بالخزن وكان المأخوذ وكان المال المأخوذ من البنوك الأهلية مستعملا مو جديد قد مرت عليه عيد المسلمين جمعوهم من الناس وحطوهم بالبنك لا نقدن جديدا بلوك طالع من المطبع استوى وعلم بأخذ ذلك المال بعينه من البنك المركزي لا من العملاء هذا كله إذا كان البنك المركزي تابعا لدولة لا تدعي نفسها الولاية الدينية ولا تقوم على أساس ديني دولة ديمقراطية شعبية وطنية وإلا هذا يجب أن تجرون عليه حكم المجهول المالك وإلا لم يجري حكم المجهول المالك لا على البنوك الأهلية ولا الحكومية هذه أموال حلال إلا أن يعلم غصبية المال بعينه من المجهول هذا نفس الدينار اللي ما أخذيه من فلان إنسان هذا لن نرجع الهيان السؤال يحق للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعا من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على سواء دون صعوبة في كليهما فهل يحق له فتح الحساب بأنواع ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك إذا حجبت عن الفائدة أنا سأريد أحط الفلوسي بالبنك بس ما أريد أطالبهم أنا ما أنوي المطالبة هم راح يعطوني يعطوني بس أنا مراح أشترط اليوم مثلا هل هناك من حل يجيز فتح الحساب مؤسس الربع بعدين هذا هذا ألم بأنه يسعى وراء النفع قلبا هو ماذا يتكلم باللسان أو بالعقد ولكن قلبه وحط الجوز بالبنك حتى يحصل فائدة عليها فائدة عالية أيضا الجواب يجوز فتح الحساب من أجل أخذ الفائدة إذا كان البنك أهليا لا يشترك في رأس ماله مال مسلم أو كان حكوميا لكن في الثاني لابد من إجراء الحكومي يعني من إجراء وظيفة مجهول المالك على المال المأخوذ منه سواء كان فائدة أم لم يكن لاحظتوا كيف فصار أن هنا في بعض الأموال مثل النفط نفترض النفط واحد قد يفتح انبوب ويسحب نفط من الأرض هذا ليس مال الحكومة يحق له بدون أيضا حتى لا يحتاج يرجع للمرجع بس مجهول المالك يرجع ويأخذ أذن ويضطي شوية خمس من عنده ويحلل يتملك المرجع ويرجع الهيا يهدي هدية يعني أنت تشتغل من صبح للهين أنت راتب مالك هذا وما يحق لك تستلم أصلا إلا بالنية عن المرجع وتروح تعطيها إلى وهو يرجع الكياه هدية إليك هو من عنده يعطيها ويصبح مال ملك خاص إلى طبعا طبعا أسئلة كثيرة موجودة أنه ماذا لو لم يعدل لهم أنت أعطيت الفلوس للمرجع وما رجع الكيان ما يعني ولماذا يتملكه هو على أي أساس هو شخص قاري لك كم كتاب مثلا مو سيد محمد سعيد الحاكم أي واحد من المراجع أو يدعون الفقه ويدعون قال لك كم كتاب وقال لك أنا صرت المجتهد والله أعلم بإجتهاء هذه فإذا أخذ الفلوس ومرة تكون راتب بسيط مرة بالملايين وبالمليارات فأخذ وما رجع لك وما رجع للناس شنو حكم لهذا فيتملك الأموال على اعتبار هو ماذا اعتبار هو نائب عن الإمام المهدي والحاكم الشرعي طيب هنا راح تصير باب واسع لسركة المال العام واستباح بحته والفساد في الدولة الموظفين اللي يرحون الناس اللي مقلدين لهؤلاء المراجع يرحون بالدولة بالوزارات وقدر إمكانه هو يحاول يعتصر الوزارة ويأخذ الأموال إلى ويطهن مرجع ما ينطهن بعد الله وعلم أيضا هنا ينشأ فساسات الدولة ونحن نعاني الآن الدولة العراقية في فساد مليارات صرفت على الكهرباء ولا تزال مشكلة الكهرباء قائمة لم تحل تأتي ساعات وتذهب ساعات لماذا لأن المسؤولين يراحوا بالوزارة كل واحد ما شاء الله استطف يعني اكتطف ما يقدر من الأموال بصورة شرعية أو غير شرعية ومن يحسب بعدين في وراء ظهر حزب ووراء ظهر مرجعية تدافع عنه شكرا للمشاهدة